ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم الثلاثة بمكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اطلع المجلس التنفيذي على التقرير المقدم من مكتب شارقة الرقمي حول آخر مستجدات المشاريع الرقمية في حكومة الشارقة اتضمن التقرير خطط تطوير البنى التحتية لشبكات الرقمية ومؤشرات الخدمات وخطط التحول الرقمية كما قدم المجلس شكره للمكتب على جهودهم في تسريع التحول الرقمي موجها الهيئات والمؤسسات والدوائر المحلية بتنسيق مع المكتب حول المشاريع والمبادرات الرقمية واطالع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على التقرير المقدم من هيئة مطار شارقة الدولي حول الأعمال المنجزة خلال فترة الجائحة اذ تم إنجاز عدد من مشاريع الصيانة وتجديد لمرافق مبنى المطار بالإضافة لافتتاح توسعة الجهة الشرقية للمبنى بهدف رفع طاقة الاستيعابية وتحسين تجربة السفر استعدادا للعودة التدريجية كما اعتمد المجلس أيضا المقترحات التي تقدمت بها هيئة المطار المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والزوار واعتمد المجلس التنفيذي مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة تنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات والهادفة إلى تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الإمارة بما يتعلق بنشاط المتاجرة الإلكترونية وضبط ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع وسائل التواصل الاجتماعية واعتمد المجلس أيضا وذكرت التفاهم المزمع توقيعها بين بلدية مدينة الشارقة ومعهد الخرسانة الأمريكي والمتعلقة بفتح أفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التشييد والبناء والارتقاء بالجودة ختاما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الخامس عشر من أكتوبر لعام 2020